يطفو الخلاف بين المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وحكومة بنيمين نتنياهو إلى السطح وهو ما تجلى في تصريحات سموتريتش الذي تحدث عن نية المؤسسة الأمنية القبولة بكل صفقة وبأي ثمن فيما تعمق الخلاف مع وزير الجيش يؤف غالاند في مقابل رفض قطعي من نتنياهو ووزرائه لعقد أي صفقة الخلاف الأبرز والبارز عبدالقادر هو في الأروق المغلقة أكثر منه على مستوى التصريحات التي نسمعها حتى لو كانت من وزير الأمن قادة الأجهزة الأمنية قادة الأجهزة العسكرية في الغرف المغلقة يضغطون على رئيس الوزراء باتجاه قبول صفقة أو على الأقل الحديث الجدي عن صفقة من دون وضع ومزيد من العراقيل أمامها ولكن بنيمين نتنياهو في كل مرة إما يقلص صلاحيات الوفد الذي يفاوض في الدوحة وفي القاهرة وإما يوسع النقاش ويحوله هذه المرة إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية بالمقابل تغليب مصالح نتنياهو السياسية على المصلحة العامة بات يأخذ أكثر دور في زيادة الخلافات في أروقة الحكومة لا شك أن الخلافات الحالية تعمق من أزمة نتنياهو داخل ائتلافه الحكومي وفي مواجهة الشارع الإسرائيلي إلا أن البعض يرى أن الأحداث الأخيرة قد تساهم في تأجيل انفجار الأزمات في وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية أعتقد أن نتنياهو حسن من وضاياته السياسية الداخلية الحزبية ومن ثبات ائتلافه لحد ما أو من قدرته على إدارة الأمور وأيضا حسن قدراته أو وضعيته بعد محاولة تغتيل محمد الضيف ويمرر الانتخابات الأمريكية ويبدو أنه سيذهب إلى الانتخابات بعد هذه الفترة وهذه تقديرات حقيقية لأن الاتلاف بدأت تصدع داخليا بقضايا أخرى ليست الحرب تبدو الحكومة الإسرائيلية على موعد مع تواريخ مهمة أولها خطاب نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي والآخر هو موعد العطلة الصيفية للكنيست في أواخر تموز الحالي فهل ستساهم الخلافات القائمة في تأجيج الاحتجاج المطالب بإسقاط الحكومة في خضم هذه التحديات